تصميم لوجو لقناتك على اليوتيوب في اقل من دقيقة بالذكاء الاصطناعي بالموبايل بشكل مجاني سواء لقناتك على اليوتيوب او للفيسبوك او اي منصة انت شغال عليها بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني وبالموبايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم خير وساعدة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في الفيديو ده بنوضح ازاي ان انت تنشئ او تصمم لوجو لقناتك على اليوتيوب بالذكاء الاصطناعي ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه على قناتك او حتى لصفحتك على الفيس او اي منصة انت شغال عليها بشكل مجاني بالموبايل ومش هنطول عليكم زي ما انتم شايفين كده ده الموبايل هنبدأ ان احنا ندخل على المتجر وهنبدأ ان احنا نثبت برنامج اللي هو الشات جي بي تي بعد كده هنبدأ ان احنا نفتحه احنا من فترة شرحنا اللي هو الذكاء الاصطناعي كيفية استخدامه في تطوير قناتك اللي هو عمل سيو واستهداف لفيديوهاتك على اليوتيوب اهم الفيديوهات هتكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو وبتظهر معكم في شاشة النهاية بعد ما فتحنا الشات جي بي تي زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا اكلمه اقول له عايز لوجو لقناتي مثلا مختصة بالطبخ خلينا نجرب مع بعض ببدأ ان انا اضغط هنا كده بالشكل ده وببدأ ان انا اعمله سماح زي ما انتم شايفين كده خلاص التسجيل شغال معايا عايز لوجو لقناتي اليوتيوب خاصة بالاكلات والطبخ لوجو كصورة اضيفه لقناتي لمحتوى اكلات وطبخ بعد ما تخلص بتبدأ ان انا تضغط كده وبعد كده بتعمل ارسال علشان يبدأ ان هو يسمم لك اللوجو طبعا تقدر تتكلم باي لغة باي لهجة ما فيش اي مشكلة خالص تتكلم كده طبيعي كانك بتتكلم مع واحد بتقول له انا عايز والله لوجو لقناة اليوتيوب عبارة عن اكلات عبارة عن شرحات اليوتيوب عبارة عن مرامج اي حاجة يعني قول اللي انت عايزه عمل لك اللوجو هو زي ما انتم شايفين كده يا جماعة تبدأ ان انت تضغط عليه كده لو عجبك اللوجو بالشكل ده كده خلاص بتبدأ ان انت تعمله سيف او حفظ على الجهاز لو احنا عايزين نغير فيه اللوجو ده عايزين مثلا نغير في لون الخلفية اللو هره ده نخليها بلون تاني عايزين نغير الكلام المكتوب شكل الصورة بنبدأ ان احنا نسجله تاني نقول له غير لنا ويعمل الشيء اللي انت عايزه خليها نضغط كده مثلا هنا تاني وبعد كده نتكلم عايز اغير لون اللوجو لون الخلفية الخاصة باللوجو للون الازرق وبعد كده نعمل توقف وبعد كده نضغط على ارسال ايه رأيكم اهو اللوجو باللون الازرق تمام تقدر ان انت برضو تعمل الموضوع ده تعدل عليه تاني تقول له والله عايز الكلمة اللي هوتيوب تشيلها عايز والله تحطيلي سكينة حطيلي كذا يعني يبدأ ان انت اتكلم مع الشات جي بي تي ويبدأ اللي هو الذكاء الاصطناعي ويبدأ ان انت اقول له اعمل الشكل اللي انت عايزه وطبعا ده ينطبق على اي محتوى انا عايز والله مثلا لوجو لي قناة شرحات للربح من يوتيوب عايز والله لوجو القناة العاب اللي انت عايزه وتبدأ اتعدل بقى يعني اقول له حطني نص مثلا هنا تحت اكتب فيه مثلا كذا وقول له اسم قناتك عايز اضيف مثلا هنا العلم والتكنولوجيا ابدأ ان انت اضيف العلم والتكنولوجيا على اللوجو قل له كده طبعا انت ليك عدد محدد من الصور كل يوم اللي انت تصممها على الشات جي بي تي زي ما انتوا شايفين كده لو خلاص وصلت للليمت بتاعك بتبدأ ان انت تنتظر تاني يوم بتبدأ ان انت تعمل بشكل برضو مجاني مابش اي مشكلة بعد انت خلاص ما صممت اللوجو بهذا الشكل تبدأ ان انت تضيفه على قناتك في اليوتيوب او على الفيس او اي مكان انت شغال عليه بتبدأ ان انت تدخل مثلا سواء كان من الموبايل ولا الكمبيوتر على لوحة البيانات الخاصة بالقناة وبعد كده بتضغط على التخصيص ببدأ ان انا اضغط على تغيير او اضافة وبعد كده بختار اللوجو اللي انا عملته تخيلوا مثلا لوجو زي ده كده اهوت ابدأ ان انا اضيفه بهذا الشكل يظهر قدامكم بالشكل ده كده اقول له تم يبدأ ان هو يضيفه على قناتي طبعا تغير بقى فيه تغير في التصميم تضيف نص تشيل حاجة كل ده اقوله للشاتج بيتيه هيبدأ ان هو يعمله لك بدون اي تعب واي مجهود وبشكل طبعا مجاني طبعا تقدر تعمل لوجو قناتك تصممه من خلال فوتوشوب او من خلال اي برنامج تقدر تعمل باشياء كتير جدا جدا ولكن طبعا ده من اسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تصميم او عمل ديزاين للوجو الخاص بقناتك تحياتي لكم اتمنى لكم متوفق والسعادة اهم الفيديوهات التي تفيدك كمنشئ محتوى هتكون موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو قل لي في تعليقات هذا الفيديو ايه رأيك في تصميم اللوجو بالذكاء الاصطناعي وكمان لو انت حابب ان انا اعمل لك شرح لتصميم اللوجو من خلال الكمبيوتر او اللابتوب ببرنامج فوتوشوب او من خلال الموبايل باي برنامج اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو في امان الله مع السلامة